بسم الله الرحمن الرحيم أكرر أنا رجائي الجداوي بتقديم صروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط لتنفيذ الوصية لكن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة وما هي إلا وسيلة للأحتيال وقالت أميرة ابنة رجائي الجداوي أن والدتها لم تترك وصية معينة ولدت الفنانة رجائي الجداوي في السادس من سبتمبر عام 1938 واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي وهي ابنة شقيقة الفنانة الرحلة تحية كاريوكا وشاركت رجاء في قرابة ربعمائة فيلم ومسلسل ومسرحية إلى جانب كبار النجوم مثل فاتن حمامة وعاد الإمام انتقلت إلى القاهرة وعمرها ثلاث سنوات برفقة شقيقة فاروق للإقامة مع خالتها تحية كاريوكا واللي تولت رعيتها بعد طلاق والدتها وأصهرت رجاء الجداوي جدلا واسعا بين جموع الشعب المصري خصوصا المصابين بفيروس كورونا بعد دخولها أرقى المستشفيات أبو خليفة بالإسمعالية والتي تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمريض حيث اعتقد البعض أن الدولة هي اللي وفرت لها ذلك رغم نفيها أكتر من مرة عدم تلقي أي علاج على نفقة الدولة وقالت أن سروتها الطائلة بتغنيها عن أي خدمات لدرجة إمكانياتها بناء مستشفى خاصة بها بدأت رجاء الجداوي مشوارها الفني كعاردة أزياء وكان أول أعمالها الفنية فيلم يحمل عنوان غريبة عام 1958 وكانت بتتقن ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وذلك بعد دراستها في مدارس فرنسية الفرنسيس كان بالقاهرة واستمرت سنوات أعمالها الفني ما يقارب من 62 عام فازت رجاء الجداوي بجائزة ملكة جمال الكتر المصري عام 1958 ولها أعمال خاصة مع الفنان عاد الإمام منها حنف الأبهة والتجربة الدنمرقية ومصرحيات الواد سيد الشغال والزعيم تزوجت مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمل إسماعيل وأصمرت تلك الزيجة عن ابنتهم الوحيدة أميرة وهي متزوجة من رجل الأعمال محمد هندي ويعتبر عالم الأزياء الهواية الأولى لرجاء الجداوي اللي أحبته وضف الرغط له حيث بدأت بمصنع لتصميم وبيع الفساتين والملابس الجازة في بداية السبعينات وكان زبائنها هم نجمات الوسط الفني اللي بتعمل معهم لتربط بذلك بين عالم الفن والأزياء ومع مرور الوقت بدأ يجبر المصنع اللي بتمتلكه وأصبح رأس ماله بيتعدى الملايين لذلك قررت إنشاء سلسلة من المعارض داخل وخارج مصر لعرض أحدث الموضات للأزياء والملابس الجازة حتى لأصدقائها من الوسط الفني سواء في مصر أو مختلف أنحاء الوطن العربي وصل سعر فستان الزفاف اللي كانت بتقوم بتصميمه وبيعه لربعمائة ألف جنيه وقد تخطى الفستان المرسع بالماس الملايين وتعتبر فيلا رجاء الجداوي اللي كانت بتقطنها داخل أحد الأحياء الراقية في القاهرة من أركل فيلا في مصر واللي بتقدر بالملايين لفخامتها المفرطة وهي مكونة من طابقين ومكسطمة على عدد من الغرف بتتسم بالأناقة وكانت أيضا الفنانة رجاء الجداوي بيتمتلك العديد من السيارات الفارعة واللي بتقدر بالملايين ترجمة نانسي قنقر